تنمية الشاملة والمستدامة تقع في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث وجه جلالته لتوفير ما يلزم لتحقيقها بالنظر إلى بعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يكفل للأردنيين تطوير أنفسهم وبلدهم نعم وتم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقا واعدا لمستقبل للمملكة الأردنية الهاشمية القائمة على رفع مستوى البنية التحتية والتعليم والصحة بالإضافة إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مقاليد الحكم وهو يواصل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلاده من تبن لمواطن القوة في المجتمع على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة حيث يجدد جلالته على الدوام أهمية الارتكاز على محاور عدة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال تحرير الاقتصاد وتحديثه وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وينطلق جلالته في دعمه المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا من واقع أن الاتجارة والاستثمار العالميين أثراً إيجابياً في النمو الاقتصادي وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنامن وبهدف تأمين حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع الأردني أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني عدداً من المبادرات لتأمين السكن المناسب من خلال عدد من المشاريع السكنية ولأن الشباب هم عماد الوطن ومستقبله فتستند رؤية جلالة الملك على تعزيز دورهم بدءاً من تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وإلى جانب حرص جلالته على جعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما يتطلبه الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات أطلق جلالته مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية مسيرة من البناء والعطاء يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حنكة واقتدار في ظل الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته لتكون المملكة الأردنية الهاشمية في مكانة عالية ومرموقة بين الدول ترجمة نانسي قنقر